مرحبا بكم في حلقة أخرى حول تقنيات الخط أو المجال التقني للخط أو الحروفية العربية كما سبقت الإشارة بأن المجال التقني هو مهم جدا في مجال الخط والحروفية وسبقت الإشارة كذلك إلى أن النقاد يجب أن يكونوا ممارسين لمجال الخط والحروفية لكي تكون نقداتهم مفيدة في تحليل الأعمال الخطية والحروفية وأن يكون لها تأثير على المبدعين لذلك فالمجال التقني له أهمية كبرى يجب أخذها بعين الاعتبار فالتقنيات تختلف من تقنيات في الأعمال القديمة وفي الأعمال الحديثة أو المعاصرة فطبعا تقنية تختلف باختلاف الأدوات والوسائل والآليات وكذلك باختلاف الأفهام واختلاف الرؤى والتصورات فلذلك نجد الأعمال القديمة لها خصوصيات ولها مناحي خاصة سواء في التركيب أو في التشكيل أو في صياغة الأشكال وسياغة الحروف ورسمها وفي كل ما يتعلق بالمسالك الجمالية والفنية لهذه الأعمال بينما في الأعمال المعاصرة تغيرت التقنيات وتغيرت الوسائل وتغيرت الآليات وتغيرت مجموعة من الأمور التي أعلت من شأن المجال الفني وانعكس هذا إجابا على مجال الخط وعلى الحروفية فالمختلف الاستعمالات التي تطالوا المجال الخطي والحروفي من وسائل فهناك أميدة وهناك أحبار وهناك أصباغ وهناك عدد من الوسائل القطعات الأقلام الأقلام النحاسية الأقلام كده إلى آخره فهناك عدد من الوسائل التي أسهمت في تشكيل مجال تقني معاصر مخالف للنمط القادم وهو ما أعطى للوحات نفسا جديدا ورونقا آخر ينضاف إلى طبعا سلسلة الأعمال الجيدة التي تأصلت في المنظومة الخطية منذ العهد القادم لذلك فتبعا لهذه الوسائل وهذه هناك كذلك الجانب التعليمي فهناك الموهبة وهناك الوسائل ولكن هناك كذلك بعض الأسرار التي تلقن من طرف شيخ الخط هو العارفين بمجال الحروفية لأن هناك نشتغل على الفراغ ونشتغل على المساحة ونشتغل بعدة مقويمات هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى التجربة وهناك ما يحتاج إلى الخبرة فهنا يجب الاستعانة بالخبير الذي له مجموعة من الأفكار ومجموعة من التصورات التي اكتسبها إما مع الوقت أو تحصل عليها من شيخ آخر كما هو الأمر في نظام الإجازات مثلا حيث تلقن الأمور من الشيخ إلى الطالب في إطار منظومة فنية متكاملة ومتجانسة ومتناسقة كذلك الشأن بالنسبة لللوحات الخطية والحروفية العربية لا بد من معرفة بعض الأسرار من الخبرة بهذا المجال إذن إلى هنا نكتفي بهذا القدر وموعدنا مع طرائف الخط في حلقات قادمة بحول الله لا تنسى الاشتراك في القناة ووضع علامة لايك وتفعيل الجرس ليسلك كل جديد أخابير ترجمة نانسي قنقر